ها! ها أنت يا ابن رباح قد وقعتك الفريسة بين يدي روثا؟ نعم أيها الفتى المقدام هو رافع بسيفه المصلة على رقبتك وماذا تريد بسيفك هذا؟ أيها الخسيس أريد رقبتك يا تابع هود حتى تكون عبرة لكل من أراد أن يؤمن بهود وربه أتقطع الطريق على رجل أعزل؟ يا لك من خسيس وجبان مثل أبيك وأنت أيضا مجنون مثل أبيك فأتباع هود كلهم مجانين ولا بد لنا أن نخلص إرم من فسادكم والله إني أراك سفيها ضالا يتلاعب بك الشيطان كيف ما شاء ومتى شاء دع عنك شيطاني أيها الأبلة واستعد لجحيمك القادم والله ما أراني إلا ذاهبا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما الجحيم فلم يخلق إلا لمثلك جنة عرضها السماوات والأرض ألم أقل بأنك مجنون كأبيك ونبيك الكذاب إذا كان ما تقوله حقا فلتذهب إلى جنتك المزعومة الآن خذ يا قوم يا قوم لقد قتل قادس بن رباح قتل في طريق الغابة وهو عائد لبيته قادس بن رباح لقد كان هنا في الأسواق منذ قليل ما الذي حدث له؟ ألم تسمع بما ضر بينه وبين عاص دفاعا عن هود؟ لا لم أسمع ثم ما شأن قادس بن رباح بهود؟ لقد آمن به ماذا؟ آمن به؟ أوهناك من آمن بهود في قوم عاد؟ إذن ففتنة هود قد بدأت في إرام لقد استحق قادس ما حدث له حتى لا يجرؤ أحد على تكرار ما فعل شش لا تقل مثل هذا القول مرة ثانية يا رجل فإن رباح صديق لنا أنا بريء منه ومن صداقته فربما يكون هو أيضا قد آمن بهود وإلهه آه ربما ولكن إن كان فعل ذلك حقا فيجب علينا طرده من إرام هذا ما ستخبرنا به الأيام القادمة يا صديق لي فدعنا نجلس ونرى أرأيت يا شدد أرأيت هذا ما كنت أحذركم منه ولكنك لم تكن تنسد لقولي ماذا بك يا صدد؟ لما هذا الغضب؟ أخبرتك من قبل بأن دعوة هود فتنة كبرى ويجب أن نتخلص منها تحدث يا صدد دون لون ما الذي حدث؟ اليوم كان الإعلان عن ظهور المصدقين لنبوة هود في إرام ماذا؟ كيف؟ ومن هذا الذي يجرؤ على فعل ذلك الإثم العظيم؟ أخبرتكم بأن فتنته شر عظيم يقترب منا وأن دعوته ستجد صادا يوما ما في قوم عهد ما العمل إذن يا كبير إرام؟ هل سنقفها كذا مكتوب في الأيدي؟ أخبرني يا صدد أين ذهب هذا الفتى الذي أفصح عن إيمانه بهود؟ وهل كنت تعتقد أنه سيفر بفعلته؟ لقد قتل في طريق الغابة قبل أن يعود إلى بيته ومن قتله؟ رافع بن شاحب فلقد أتاني بالقصر وسيفه يقتر دما وأخبرني بكل ما ضار إذن فلقد غادر السهم قوسه لا تراجع بعد الآن فلنوقف دعوة هود هذا وإلى الأبد وكيف يكون ذلك يا شداد؟ بأن نعرف كل شيء عن أتباع هود ثم نقضي عليهم أو ننفيهم إلى خارج إرام وكيف السبيل إلى ذلك؟ هو سبيل واحد فقط وتعرفه أكثر مني يا شداد عنز آه أصدت هي عنز ولا شك عمت مساء يا أبي عمت مساء يا ولدي كيف حالك وكيف هي الأسواق اليوم؟ لقد حدث أمر يا أبي وأريد أن أخبرك به قل يا رافع هل حدث شيء في الأسواق؟ نعم عاد هود لقوله ولدعوته للناس فخرج من أعلن إيمانه به في العلن ووسط أسواق إرام ماذا؟ ومن هذا المجنون الذي تجرأ على فعل ذلك؟ قادس بن رباح قادس؟ هذا الغلام الياثع؟ يا له من أهوج هو لا يعرف كيف ستكون عاقبته بل عرف يا أبي وأخذ جزاءه فقد أنزلت عليه عقاب آلهتنا العوالي ماذا؟ كيف هذا؟ ما الذي حدث له؟ تحدث يا رافع قتلته يا أبي ماذا؟ يا لك من أهوج كيف فعلت ذلك؟ هذا ما كان يجب علي أن أفعله أتجادل أيضا؟ ألا تعلم بأن قبيلته ستقتص منك؟ لن يجرؤ على شيء فأتباع هود لا حرمة لهم أخبرني يا شاحب ماذا فعل ابننا؟ لقد قتل قادس بن رباح يا مداحة قتله وهو يعلم بقوة قبيلته ماذا؟ لماذا فعلت ذلك يا رافع؟ إنه من أتباع هود يا أمي وقتلته تقربا للآلهة إذن لا تحدث أحدا بعد اليوم بفعلاتك هذه وأما هود فدعني أتولى أمره أنا وتجار الأسواق رحمة الله عليك يا ولدي غفر الله لك وعظم أجرك وجمعنا بك في الجنة إن شاء الله آه يا ولدي الوداع يا أشي الوداع ابقي مكانك يا راجي فسأفتح أنا الباب راح رباح ليفتح الباب فوجد نبي الله أمامه نبي الله أنا لا أصدق ما أراه هذه هي المرة الأولى التي تزورنا فيها منذ سنوات طوال تفضل يا نبي الله تفضل فلما راح نبي الله يصبره على ما فقد قال رباح الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ يا نبي الله وعسى أن يتقبله الله شهيدا عزاؤنا الوحيد أنك بخير يا نبي الله ولم يمسك سوء من القوم الجبارين صبرها نبي الله هي أيضا فقالت محتسبة صابرة صابرة ومحتسبة يا نبي الله والله ما اهتدينا إلى ما نحن عليه إلا بفضلك يا نبي الله فنسأل الله أن يحفظك لنا وينصرك على هؤلاء القوم الظالمين عنز عنز زائرون يا عنز زائرون قادمون لنا زائرون من هؤلاء وأين هم رأيتهم وهم يسعدون الجبل قادمون نحونا كم عددهم أياتها البلهاء رجلان يا عنز فقط رجلان إن صح قولك فلن يكون سوى شداد وصدد فهم فقط من يجرؤان على القدوم إلى عنز في كافها ما إن يأتوا أدخليهم علي أمرك يا عنز يا عنز السيد شداد والسيد صدد أهلا بكم الكاهنة في انتظاركم تفضل ما أقبح هذا المكان حقا أنه يليق بعنز ولكنك أنت من أتيت إليه بقدميك ها أنت أياتها الخبيثة كما تركتك آخر مرة وكأن الزمان لم يغير بك شيئا كيف حالك يا ابن السيد إرم؟ بخير يا امرأة بخير ولكننا أردناك في أمر لن ينجينا منه إلا أنت هد وأدبعه من المؤمنين أليس هذا ما جاء بكما؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون